موسيقى قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام في سوريا أصدر في تشرين الأول أكتوبر الفات القانون رقم 42 الذي هدف من خلاله إلى زيادة مركزية السلطة وتحويل مجالس الإدارة المحلية إلى مجرد أجهزة إدارية تتبع للسلطة المركزية نتابع التفاصيل في هذا التقرير ومن ثم نعود لنقاش هذه القضية أصدر نظام حزب البعث من انقلابه في الثامن من آذار عام 1963 دستورا خاصا به دستورا بعيدا عن الاستفتاء أو الاقتراع إنه دستور خطته الأجهزة الأمنية وصدقت عليه السلطة المركزية دستور المركزية المطلقة ومنع الاستقلالية وتقييد صلاحيات المجالس المحلية وإدارات المحافظات والديكتاتورية اللامحدودة اليوم وبعد عشرات السنين من حكمه يعزز البعث العابث في سوريا مركزيته فيصدر قانونا جديدا يقوض صلاحيات مجالس الإدارة المحلية حيث قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري أصدر في تشرين الأول الفائت القانون رقم 42 والذي هدف من خلاله إلى زيادة مركزية السلطة وتحويل مجالس الإدارة المحلية إلى مجرد أجهزة إدارية تابعة للسلطة المركزية فبموجب مقتضيات القانون الجديد في المواد 1 و 2 و 3 و 4 فإن عملية التصديق على عقود التأجير أو الاستثمار أو البيع التي تبرمها مجالس الإدارة المحلية تتم من طرف ممثلي السلطة التنفيذية فيكون التصديق من طرف اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء أو وزير الإدارة المحلية أو وزير السياحة أو المحافظ توضح الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذا القانون يؤكد الغيابة التام للاستقلالية التي يدعي النظام أنه أعطاها لمجالس الإدارة المحلية حسب المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 لكن وفق القانون الجديد فإنه بالعودة لممثلي السلطة التنفيذية للتصديق على العقود الاقتصادية المبرمة على مستوى مجالس الإدارة المحلية يظهر غياب الاستقلالية الإدارية فالقانون أظهر بأن مجالس الإدارة المحلية لا تملك حق تقرير مصيرها المالي والإداري عام 2011 أصدر النظام المرسوم التشريعي رقم 107 لإقرار مبدأ لا مركزية والاستقلالية إلا أن القانون 42 وقوانين ومراسيم أخرى نسفت القوانين التي قد تبدو أنها تسعى نحو الديمقراطية بسبب انتهاكها لأبسط مبادئ لا مركزية والاستقلالية ليه التعليق على هذا الموضوع معنا من الدوحة عبر خدمة سكايب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني مساء الخير سيد عبدالغني تحدثتم في تقرير لكم أن القانون 42 يقود من صلاحيات مجالس الإدارة المحلية حبذا لو تبصت لنا الموضوع أكثر كيف ذلك؟ يعني أستاذ همم مثل ما بتعرف حضرتك نحن استغربنا إصدار هذا القانون لأنه طلع بأيلول مثل ما بنعرف كلياتنا صار انتخابات للإدارة المحلية بسوريا بمناطق النظام هاي الانتخابات مثل ما بنعرف كلياتنا النظام عم يهندسها بما فيها المرشحين واللي بتم انتخابات يعني بنحط المرشحين قبل وبتطلع القوائم وبنعرف نحن كل الانتخابات اللي بتصير بسوريا ولهيك نحن طالعنا تقرير عقبنا عن هاي الانتخابات لأنه حتى اللجنة اللي هي مسؤولة عن هاي الانتخابات رئيس جمهورية بشكلها ما فيه أي استقلالية ولا فيه أي نزاهة والقوائم بتكون معدة سلفان هلأ بالرغم من هيك بعد ما هو يحط هدول الأشخاص الموالين إلو لأنه هو بهذه التعينات عمال النظام يكسب ولائهم عم يطالع هذا القانون لحتى له هو يشدد المركزية يعني حتى هدول يحطن هو ما نواثق فيهم لهيك عم يرجع أنه يصدق العقود بدأت ترجع طيب شو عاد ما نتمعت فيه لمركزية على الإطلاق بهذا أمر بسيط جدا هو عملية المصادقة بالرغم من ذلك عما ليطالع قانون بعد ماجرة الانتخابات وليس قبلها يقول فيه ونحن بنعرف كيف النظام روج لهي الانتخابات لأنه هو عم يظهر أنه هاي الانتخابات هي ديمقراطية لأنه بترسخ أنه فيه عندنا نحن لمركزية إدارية وما إلى ذلك ولكن الممارسات دائما ونحن اعتدنا على هذا الأمر لأنه النظام بيطالع قوانين متعارضة هذا موجود بمختلف البيئة القانونية عند النظام لهيك لابد من التعقيب عليها ولابد من التوضيح أنه هذا عم بينسوف حتى الانتخابات اللي قام فيها النظام نفس الشيء الدستور أكبر منتهك نحن دائما نقول أكبر منتهك لدستور النظام اللي حطه هو النظام نفسه وهذا يعني عم يسبب عملية التباس عند الناس وعند أيضا وقت نحن أيضا بنحكي عن ممارسات النظام لأنه النظام هو عم يعتمد هذا التشويه المتعمد شفنا بالجميع العامة وزير الخارجية أشار للانتخابات بس ما حدا هلأ لفت له انتباهه هذا القانون اللي نسف فيه كل الانتخابات اللي طلعت اللي هو أعد سلفا بما فيها المرشحين اللي هو حطه طيب اليوم هذه الصلاحيات التي قام القانون 42 بتجريد المجالس المحلية منها إلى أين ذهبت؟ على سبيل المثال تقرير الوضع المالي جردة من المجالس المحلية من يقرر إذا الوضع المالي لهذه المجالس؟ كلها رجعت لصلاحيات المركزية للمركز للنظام هذا النظام شو بيستفيد منها؟ لأنه هدول يعني ليش أنا بدي أعطي محافظة دير الزور أو حما أو استقلالية مالية؟ لا أنا بعمل المشاريع وبعين من عندي مش وفقا لا وبالتالي هدول بصير بعينهم محسوب على المركزية على المركز يعني هاي هي سلطة ونفوذ للمركز على المحافظات وهو بنفس الوقت عم يقول أنا عندي محافظات وعندي لا مركزية بس هي ما على أرض الواقع غير موجودة لأنه هدول وقت ترجع المصادقة للعقود فهون يصفي بدي يحط المركز ناس من عنده وأيضا يمشي عقود متوافقة معه وهون يدخل الإبتزاز والفساد وما إلى ذلك وكل هذا عم يرجع لصالح المركز وهذا هو هدف القانون طيب اليوم من سيستفيد من تلك الأموال؟ هل هي الخزينة الدولة أن فاسدي النظام؟ وما معنى المجالس المحلية إذا كان نظام قد جردها من كل هذه الصلاحيات؟ لا هي المجالس المحلية وهذا سؤال مهم لأنه صارت مجرد أدوات لأجهزة إدارية تابعة للسلطة المركزية ما عاد فيه فهو جردها بس يحطها كواجهة شكلية وهذه الأموال هي يعني عم يقول أنه هي بالشكل الأساسي المركز والفاسدين اللي بالمركز واللي هي عصبة النظام كل ما اللي عم يديه ولهيك هذا يعني إذا بدنا نحلل نحن ممكن عقلية النظام وإن كان صعب شوي بس هذا اللي ممكن ينفهم أنه حتى هدول اللي حطوهم وبعاد هو لا ما كتير بدهم يستفيدوا بس حطوهم بمناصب شكلية بيستفيدوا بنسبة معينة بس الأقرب له هن اللي بدهم يستفيدوا بنسبة أكبر شفنا هذا الشيء أيضا بانتخابات مجلس الشعب لهيك حط نسبة 30% من أعضاء مجلس الشعب هن موالين لميليشيات وما إلى ذلك يعني النظام كل ما لها حتى هاي القاعدة اللي عنده عم يديه وهذا له مؤشرات عن يعني ربما نوع من التفكك أصبح بداخل النظام نفسه أشكرك جزيل أشكر على المعلومات مديره الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني كنت معنا من الدوحة شكرا لك فيروس يعلق الدوام الرسمي في مدارس البقس نتابع التفاصيل في ملفنا التالي ترجمة نانسي قنقر